موسيقى مرحبا بكم عزيزي الطالبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية لصف الخامس الابتدائي درسنا اليوم يونت 1 لسن 7 اليونت الأول الدرس السابع تفحص أو تفقد فهمي موجودة بصفحة 18 من كتاب الطالب صفحة 16 من كتاب النشاط قبل ما نبدأ الدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب الاسمه الأستاذ طاح سين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع فيديوهات دورة الخامس الابتدائي بصفحة 18 من كتاب الطالب مكتوب أعلى الصفحة تفحص أو تفقد فهمي بعدها read the country information file اقرأ قطعة ملف معلومات بلد معين again مرة أخرى and tick وضع صح على الyes إذا كانت الإجابة صحيحة وعلى الno إذا كانت الإجابة خاطئة طبعا هذا التمرين حليناه بالدرس السابق لأن القطعة المتعلقة بي موجودة بالدرس السابق وأسئلتها موجودة بهذا الدرس لكن لأن التمرين مهم جدا بالامتحان التحريري سواء كان امتحان الشهر الأول أو امتحان نص السنة وكذلك حتى بالامتحان الشفوي رح نعيد حل هذا التمرين فنمبر وان أولا jake is a french jake هي الشخصية اللي خذناها بالقطعة السابقة jake وتام في jake is a french يقول لك jake جنسيتة فرنسية الإجابة صح له خطأ ذكرنا بالقطعة أن jake من انجلترا from england وجنسيتة انجليش انجليزية لذلك الإجابة خاطئة نمبر وثانيا the capital of india is mombay عاصمة الهند هي mombay الإجابة صح له خطأ ذكرنا بالقطعة أن عاصمة الهند هي نيودلهي بينما mombay هي أكبر مدينة في الهند لذلك الإجابة خاطئة نمبر ثري ثالثا the london eye is a big wheel عين لندن هي عبارة عن إطار حديدي كبير إطار حديدي نقصد بيدي لا بالهوة الإجابة صح له خطأ ذكرنا بالقطعة أنه london eye اللي هي عين لندن اللي موجودة بانجلترا هي عبارة عن إطار حديدي كبير جدا أو مثل ما نسمي دي لا بالهوة لذلك الإجابة صح له خطأ الإجابة أكيد صح نمبر فور رابعا تاج محل is a famous palace in London تاج محل هي عبارة عن قصر مشهور في لندن الإجابة صح له خطأ ذكرنا أنه لازم نحفظ كل بلد والأماكن المشهورة بيه لذلك تاج محل هو من الأماكن المشهورة في الهند وليس في لندن إنجلترا لذلك الإجابة صح له خطأ الإجابة أكيد خاطئة نمبر فايف خامسا تان في is indian تان في هندية الإجابة صح له خطأ ذكرنا أن تان في هي من الهند وجنسيتها هندية لذلك الإجابة صح نمبر سيكس سادسا ريا is تان في's best friend ريا هي صديقة تان في المفضلة الإجابة صح له خطأ ذكرنا بقطعة تان في أنها لديها صديقة مفضلة وهذه الصديقة اسمها ريا لذلك الإجابة صح له خطأ الإجابة أكيد صح نمبر سيكس سابعا مومبي is bigger than new Delhi مومبي هي أكبر من new Delhi الإجابة صح له خطأ ذكرنا بالقطعة أن مومبي هي أكبر مدينة في الهند لذلك هي أكيد أكبر من new Delhi لذلك الإجابة صح له خطأ الإجابة أكيد صح نمبر 8 ثامنا Tower Bridge isn't very old جسر البرج ليس قديم جدا الإجابة صح له خطأ ذكرنا أنه جسر البرج هي أحد الأماكن المشهورة في لندن ومن مميزاته أنه قديم جدا وهنا ذكرني أنه ليس قديم لذلك الإجابة صح له خطأ الإجابة أكيد خاطئة هذا ما يخص هذه الأسئلة المتعلقة بقطعة تان فيو جيك أسئلة جدا مهمة بالامتحان الشهري وكذلك الامتحان الشفوي لازم نحفظها قبل ما نروح للامتحان التحريري أو حتى الامتحان الشفوي ننتقل إلى أسفل الصفحة مكتوب use the information file استخدم ملف المعلومات هذا عبارة عن ملف معلومات حول بلد معين لإكمال الجمل التالية طبعا بالدرس السابق أخذنا قطعة الهند وبعدها عملنا information file بعدها عملنا ملف معلومات هنا بالعكس منطيني ملف معلومات والنوب لازم أكمل الجمل المتعلقة به من خلال ملف المعلومات about Lebanon البلد اللي راح نتحدث عنه بهذا ملف المعلومات هو لبنان بهنان المنطيني خلن نقرأ ملف المعلومات ونحاول نحل الفراغات حسب ملف المعلومات هذا country معناها بلد هاي الكلمة جدا مهمة لازم أحفظ معناها country معناها بلد البلد اللي دي نحكي عنه بملف المعلومات هذا هو لبنان اللي هو لبنان where معناها أين أين تقع لبنان بأي قارة western Asia غرب آسيا capital العاصمة عاصمة لبنانية هي بيروت languages اللغات Arabic French English ننتبه هنا اللبنانيين لديهم ثلاث لغات العربية والفرنسية والإنجليزية هاي اللغات الرسمية اللي موجودة بلبنان interesting facts حقائق ممتعة عن لبنان لبنان لديها ميتين وخمسة وعشرين كيلو متر من الساحل البحري the seedar tree is the symbol of لبنان وشجرة الأرز هي رمز لبنان الوطني إذا تذكرون بالدرس السابق رمز الهند كانت تايقر النمر ورمز لبنان اليوم هو seedar tree شجرة الأرز هذن المعلومات مثل ما وضحنا لازم نحفظها نحفظ موقع لبنان العاصمة اللغات اللي تحدثوها الرمز الوطني إلى آخره هذن المعلومات جدا مهمة رح تفيدني بالامتحان التحريري بس رح نحل الجمل المتعلقة بملف المعلومات هذا نمبر وان أولا the capital of لبنان فراغ عاصمة لبنان فراغ شون الكلمة المناسبة للفراغ من خلال ملف المعلومات the capital العاصمة عاصمة لبنان يا هي بيروت فأقول is بيروت عاصمة لبنان هي بيروت لازم نكتب بيروت الحرف الأول منها كبير لأن العواصم والمدن كذلك تكتب بالحرف الكبير نمبر ثو ثانيا the Lebanese people speak فراغ اللبنانيون يتحدثون فراغ شون اللغات اللي تحدثوها اللبنانيين ذكرنا ثلاث لغات هي Arabic العربية English الإنجليزية and French والفرنسية نمبر ثري ثالثا لبنان لديها فراغ من الساحل البحري شون الكلمة المناسبة للفراغ ذكرنا أن لبنان لديها 225 كيلومتر من الساحل البحري فنقول 225 كيلومتر من الساحل البحري نمبر ثور رابعا the symbol of Lebanon فراغ رمز لبنان فراغ شون الكلمة المناسبة للفراغ؟ رمز لبنان هو فراغ عرفنا أن رمز لبنان وطني الرمز الوطني للبنان هو cedar tree cedar tree شجرة الأرز فأقول is cedar tree رمز لبنان الوطني هو شجرة الأرز هذا ما يخص الصفحة الأولى من كتاب الطالب هذين معلومات نحفظهن نحفظ عاصمة لبنان موقعها اللغات اللي تحدثوها الرمز الوطني الخاص باللبنان إلى آخره هذين معلومات بالإضافة إلى المعلومات اللي أخذناهن عند الهند والبلدان الأخرى جدا مهمة بالامتحان الشهري وامتحان نهاية الكورس ننتقل إلى الصفحة الثانية من كتاب الطالب listen and read about Iraq استمع وقرأ عن العراق هذه القطعة عن العراق فهنا منطيني قطعة عن العراق ومنطيني ملف المعلومات كذلك عن العراق مسهل ليها ما طلب من عندي ملف معلومات وإنما منطيني قطعة كاملة بها المعلومات وملف معلومات عن العراق مجرد أطلع عليه وأحفظ المعلومات الخاصة بالعراق طبعا نحن نعرف أكيد عاصمة العراق أين يقع العراق الأماكن المشهورة بالعراق اللغات التي تتحدثها العراق لذلك هنا أنا ما طالب من عندي أني أسوي ملف معلومات لأن أكيد نحن نحافظين المعلومات الخاصة ببلدنا العراق لكن هذه المعلومات جدا مهمة بالامتحان التحريري سواء كان بامتحان الشهر الأول أو امتحان نهاية الكورس نقرأ القطعة عن العراق وراها نقرأ ملف المعلومات ونشر المهمات نحاول نحفظ المهمات بيها وبعدها ننتقل إلى كتاب النشاط Iraq is a country in South West Asia العراق هو بلد ننتبه country بلد in South West Asia في جنوب غرب آسيا The capital is Baghdad عاصمة العراق هي بغداد ننتبه هسا جتنا معلومتين موقع العراق والعاصمة There are high mountains هناك جبال عالية in the north في الشمال and there are two very famous rivers وهناك نهران مشهوران جدا The Tigris and Euphrates دجلة والفرات ننتبه Tigris دجلة Euphrates الفرات أذن النهرين لازم نحفظ املاحن In Iraq في العراق People speak Arabic and Kurdish الناس يتحدثون اللغة العربية والكردية أذن كذلك نحفظ اللغات اللي يتحدثها العراقيين Arabic and Kurdish The Iraqi flag is red, white and black العلم العراقي أحمر أبيض وأسود With the green Arabic writing بكتابة عربية خضراء الله أكبر God is the greatest بكتابة عربية خضراء الله أكبر ترجمتها God is the greatest In the middle في الوسط There are lots of interesting places to see هناك الكثير من الأماكن الممتعة لرؤيتها Like Babylon كآثار بابل The marshes الأهوار ملوية منارة منارة الملوية The Zagros Mountains جبال Zagros and Bechal Waterfall وشلالات Bechal هذا ما نخص القطعة عن العراق ننتقل إلى ملف المعلومات الخاص بالعراق Country البلد اللي ده ندرسه حاليا Iraq العراق Where أين يقع South West Asia جنوب غرب آسيا The capital العاصمة بغداد Languages اللغات Arabic and Kurdish العربية والكردية Some interesting places بعض الأماكن الممتعة Babylon The marshes أثار بابل الأهوار ملوية منارة منارة الملوية Zagros Mountains لأن المعلومات مثل ما ذكرنا معلومات البلدان مهمة خلنقرأ القطعة ونحاول نحل ملف المعلومات المتعلق بعمان فحاول ننتبه وننشوف نقدر نحل ملف المعلومات الخاص بعمان بالتبرين القادم أمان أمان بلد في جنوب غرب آسيا عاصمة أمان هي مسقط هناك الكثير من الجبال العالية وهناك أيضا ساحل طويل ساحل يبلغ طولة حوالي 1700 كيلومتر شنوه الساحل هناك الكثير من القلاع القديمة والجوامع الجميلة إن أمان في عمان people speak Arabic and Urdo الناس يتحدثون العربية والأوردو هاي اللغة وين صادفتنا بيا بلد إذا تذكرون صادفتنا بالهند الهنود يتحدثون الأوردو والتاميل والهندي ذلك ثلاث لغات اللي يتحدثوهن الهنود أما عمان يتحدثون العربية والأوردو لغة الأوردو اللي يتحدثوها الهنود أيضا the umani flag ننتبه العلم العماني هنا ننتبه بما أنه نتحدث عن جنسية فنقول umani flag العلم العماني لأقول عماني جنسية أما إذا أقول عمان ما أخلي آي ليش لننتحدث عن بلد نميز بين الجنسيات والبلدان the umani flag العلم العماني is red أحمر green أخضر and white و أبيض Oman is famous for Arabian horses عمان مشهورة بالأحصنة العربية ننتبه بالأشياء المشتهرة بها عمان and kuma hat و قبعة الكوما نسميها هاي اللابسها هذا الشخص in the photo you can see a man in a kuma hat with his horse في هذه الصورة يمكنك رؤية رجل عماني يرتدي هذه القبعة kuma hat و حصان عربي arabian horse ننتبه على المعلومات البلد يقع في south west asia جنوب غرب آسيا the capital العاصمة مسقط يبلغ طول الساحل 1700 كيلومتر اللغات اللي تحدثوها العربية والأوردو والأشياء المشهورين بها arabian horses الأحصن العربية والكوما hat اللي هي قبعة الكوما المتعلقة ببلد عمان ننتقل إلى ملف المعلومات الخاص بهذا البلد 80B complete the information file about عمان أكمل ملف المعلومات هذا عن عمان نحاول نحل حسب القطعة اللي أخذناها قبل دقيقة country البلد البلد اللي نتحدث عنه يا بلد نتحدث عن عمان country عمان where أين تقع عمان ذكرنا أنه عمان تقع في south west asia في جنوب غرب asia the capital العاصمة عاصمة عمان شنو عرفنا أنه عاصمة عمان هي مسقط فنكتب مسقط بالحرف الأول كبير لأن ذكرنا أنه العواصم يكتب الحرف الأول منها كبيرا languages اللغات اللي يتحدثوها عمان قلنا لغتين يتحدثون اللغة العربية والأوردو Arabic and أوردو there are هنالك شنو الأشياء المشهورة بعمان مثلا نقول lots of high mountains الكثير من الجبال العالية and long coastline وساحل طويل ما المشهورة فيه عمان عمان بما مشهورة ذكرنا أن عمان مشهورة بأشيئين الأول هي الـ Arabian Horses الأحصن العربية و كوما هات اللي هي خوذة الكوما Arabian Horses and كوما هات هذا ما يخص ملف المعلومات المتعلقة بعمان طبعا بعض الطلاب يتذمر يقول هنا عدنا هواي بلدان وكل بلد لازم أحفظ العاصمة مالتا وإن يقع طبعا هنا أربع أو خمس بلدان معلوماتهم مهمة مثل ما وضحنا ده نشوف أن نحلو إيا ويا ونحاول قدر مستطاع أن نحفظ البلدان ومعلوماتها ننتبه أن ذن المعلومات جدا مهمة وجدا بسيطة مجرد أني أحفظ كلمة capital اللي هي عاصمة نحن نعرف عاصمة العراق ونعرف عاصمة لبنان ونعرف عاصمة الهند لكن ما نعرف أن capital معناها عاصمة لذلك إذا حفظت كلمة capital عاصمة فأقدر أجاوب عنها أي سؤال متعلق بأي عاصمة من البلدان اللي أخذناها بكل سهولة إذن ذن المواضي يعتمد أن نعتماد كله عن المعاني فنحاول أن نحفظ أكبر قدر ممكن من المعاني أن نستطيع أن نحل هذا النوع من الأسئلة ننتقل إلى تمرين C Find the mistakes جد الأخطاء Circle them حوطها جر دائر عليها And write the sentences correctly ثم أكتب الجمل بشكل صحيح هنانا لدينا كل جملة بها خطأ قواعدي أو خطأ خاص بالمعنى الحاول قدر المستطاع نلقى هذا الخطأ نجر عليه خط نجر عليه دائرة ونصحح الجملة نكتب الجملة بشكل صحيح منطيق مثال هو number one أولا They is from Iraq نحن نعرفنا بجدول الضمائر اللي أخذناه بالدرس الأول أنه they تأخذ are ما يجو وراها is لذلك هذا الخطأ خلى عليها دائرة وصححها They are from Iraq أنهم من العراق مثل ما هو حال بالجملة الأولى نحل بقية الجملة number two ثانيا This is the Oman flag هذا العلم العماني ننتبه أنه العماني هي جنسية وليس بلد ما قلت هذا علم عمان وأنما هذا العلم العماني يعني أنا أريد جنسية وليس بلد وهنا أنا خلى لي بلد فالخطأ بالجملة هي بهاي الكلمة عمان بلد وأنا أريد جنسية فأقول This is the Oman flag هذا العلم العماني Oman flag جنسية وليس بلد number three ثالثا Iraq is a city in South West Asia العراق هو مدينة في جنوب غرب آسيا شن الخطأ بالجملة نحن نعرف أن العراق هو ليس مدينة وإنما بلد ذكرنا أن البلد باللغة الإنجليزية هي country كلمة جدا مهمة فالخطأ بكلمة city city مدينة أشيلها وأخلي بدالها كلمة country Iraq is a country العراق هو بلد in South West Asia في جنوب غرب آسيا number four رابعا the capital of Iraq R بغداد عاصمة العراق بغداد شن الخطأ بالجملة؟ نحن نعرف أن الـ capital عاصمة اسم مفرد فالمفرد ما أخلي وياه R وإنما أخلي وياه is فالخطأ بـ R أشيلها وأخلي بدالها is أقول the capital of Iraq is بغداد عاصمة العراق هي بغداد number five خامسا there is lots of high mountains in Oman نحن نعرف أن الـ lots تجوية there are وليس وياه there is لذلك الخطأ في الـ is أشيلها وأضع بدالها are ليش are؟ لأن الجبال mountains جمع فأقول there are lots of high mountains in Oman هناك الكثير من الجبال العالية جبال وليس جبل جبال جمع أخليلها R من الجبال العالية في Oman number six people from Iraq are Iraqian الناس من العراق نطلق عليهم Iraqian عراقيين نحن نعرف أنهم الجنسية الخاصة بـ Iraq iraki هذه كلمة خاطئة فأجر عليها خط وأخلي بدالها iraki people from Iraq are Iraqi الناس من العراق نطلق عليهم عراقيين تكتب بهذه الطريقة هذا مخص تمرين C تمرين جدا مهم يجيني من الممكن على شكل سؤال مفردات على شكل سؤال اسقاطات على شكل اختيارات إلى آخره فلازم ننتبه على الأخطاء القواعدية والأخطاء المتعلقة بالمعاني وهذا تمرين هو نحاول نفضها قبل ما نروح للامتحان أما تمرين D look say cover write and check طبعا هذه عبارة عن لعبة يتم لعبها داخل الصف انباوع على الكلمة يقول لك انظر look انظر إلى الكلمة say say قلها قول هاي الكلمة انطقها cover غطيها خلي ايدك عليها write بعد ما تخلي ايدك عليها وتروح عن عينك حاول تكتبها write اكتب الكلمة check واخر ايدك وتأكد ان الكتاب ماتك صحيحة لو خاطئا هاي محاولة اولى ومحاولة ثانية ومحاولة ثالثة ويا الكلمة الاولى وهكذا مع بقية الكلمات اذن مجرد عبارة عن نشاط صفي لتطوير مهارة كتابة لدى الطلاب غير مهمة بالامتحان الشهري او امتحان نهاية الكورس ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو اي سؤال او سفسار او اضافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلون معي على حسابات الموجودة امانكم على الشاشة اشتركوا في القناة